اشتركوا في القناة وهو الفرع اللي يكون دائماً المواضع مات على شكل اختيارات ينطيني اختيارين بين قوسياً كلمتين واني يجب الاختيار بينهم حسب القواعد اللي موجودة عندي بالنسبة للصفات اللي تنتهي بإيدي هي صفات تصف الشخص الذي يمتلك الشعور الذي لديه الشعور شنسميه إنسميه المستقبل اللي هو فاعل الجملة يعني أنا لما أكون أتحدث عن فاعل الجملة رح أستخدم الصفة التي تنتهي بإيدي غالباً يأتي بعدها أحد حروف الجر اللي هي الان أو الان أو الات إذا شفت واحدة من ذني حروف الجر أو شفت الأدات وين بعد القوس فمعناتها أختار الصفة التي تحدوي على الإيدي أما الصفات التي تنتهي بالإي ان جي دائماً يكون بعدها اسم أو نقطة مباشرة يعني بعد القوس رح ألقى نقطة مباشرة أو يكون بعد القوس اسم فمعناتها أنه أنا ش أختار الصفة اللي بيها آي ان جي اللي أنها تصفش الأشياء والأشخاص اللي يعطون هذا الشعور اللي إحنا شنسميه نسميه المرسل يعني مثلاً أنا قريت كتاب وما عجبني فحسيت بالملل فمنه اللي ينطاني إحساس أو الشعور بالملل هو الكتاب فهذا غير عاقل فلذلك رح أقول boring وليس bored زيب فهذا عنده الاختيار بين الصفات الإيدي والآي ان جي الصفة إيدي نختارها إذا كان موجود عندي بعد القوس إحدى حروف الجر أو الأدات وين أما الآي ان جي إذا لقينا بعدها اسم أو نقطة مباشرة فرح نختار شنو رح نختار الصفة التي تحتوي على الآي ان جي عندي مثال إحنا شذكرنا بالقاعدة ذكرنا إنو دائماً يجيني بعدها شنو حرف جر من هي إحدى حروف الجر الان الان الات أو الوين أو الأدات وين إذا كانت موجودة عندي بعد القوس شرح نختار؟ رح نختار الصفة التي تنتهي بإيدي الصفة التي تنتهي بإيدي مثلاً هنا بش رح أقول بش رح أقول بش رح أباوع بعد الفراغ؟ بش رح أشوف؟ بش رح أشوف؟ بش رح أشوف إنو أنا عندي وين؟ إذن ش رح أختار؟ بش رح أختار؟ إذا وجدت أحد حروف الجر أو وجدت وين بعد القوس نختار الصفة التي تحتوي على الإيدي ما عداها إذا كان عندي إنو نهاية يعني إذا لقينا بعدها اسم أو لقينا يعني اسم بعد القوس أو ماكو اسم مجرد نقطة نهاية الجملة معناته إنو ش نختار؟ نختار الصفة اللي تحتوي على الإي ان جي طبعاً هنانا ملاحظة مهمة إذا كان قبل الفراغ أي أو آن دائماً نختار الصفة اللي بيها شنو؟ نختار الصفة اللي بيها الإي ان جي هذه بالنسبة لمن؟ للقاعدة أو الصفات التي تنتهي بإيدي والصفات التي تنتهي بإي ان جي فس هنانا رح ناخذ بعض الأمثلة الوزارية حتى تكون واضحة طريقة الحل ننتبه هنانا طبعاً هذه نهاية الجملة وإحنا جلنا إذا كانت نهاية الجملة أو كان اسم بعدها يعني أكو نقطة بعد القوس أو اسم شو رح نختار؟ رح نختار الصفة التي تنتهي بإي ان جي فش رح أقول؟ The children cried الأطفال بكوا بسبب إنه الفيلم شكان مرعب أو مخيف was so frightening لذلك يعني إذا نيجي حسب المعنى مالتها منو اللي أنطاهم الإحساس بالخوف هو الفيلم لذلك اللي هو شن هو هو المرسل فلذلك شو اختارينا؟ اختارينا الصفة اللي تحتوي على الـ النقطة الثانية النقطة الثانية of my life هنانا قلنا الصفة التي تنتهي بإي ان جي دائماً يكون بعد القوس يأما اسم يأما نقطة فإذاً شو رح أختار؟ رح أختار الصفة frightening it was the most frightening day ليش؟ لإن هنا أنا لقيت اسم اللي هو داي موجود وين؟ بعد القوس فش اختارينا؟ اختارنا الصفة التي تحتوي على الـ النقطة الثانية number four my flight was tired, tiring because it was a 12 hours flight هنانا my flight was tiring هنانا tiring لإحنا جدينا نحكي دا نحكي عن الفاعل الغير عاقل الرحلة كانت متعبة جداً لأنها 12 ساعة طيران هنا نختارينا tiring مثل ما ذكرنا لأن هنا عندي because هي أداة ربط و my flight was tiring هذه الجملة الأولى والجملة الثانية مبدوئة because معناتها أنه شنو؟ معناتها أنه الجملة الأولى انتهت فلذلك ش اختارينا وعندي هنا الفاعل غير عاقل فلذلك اختارينا الصفة التي تحتوي على الـ number five I saw a very excited, exciting film on TV last night I saw a very هنا ش راح نلقى بعد القوس راح نلقى بعد القوس أكون عندي اسم فلذلك ش راح نختار راح نختار الصفة التي تحتوي على صيغة الـ ing إذن يتم اختيار بين الصفات التي تحتوي على الـ ed والصفات التي تحتوي على الـ ing حسب الفاعل وحسب من اللي بعد القوس إذا كان الفاعل عاقل وما بعد القوس إحدى حروف الجر أو الأداة وين راح نختار الصفة التي تنتهي بـ ed أما الصفات التي تنتهي بـ ing فإذا كان بعد القوس إذا كان بعد القوس اسم أو نقطة والفاعل غير عاقل فمعنات أنه ش نختار نختار الصفات التي تحتوي على الـ ing هذه بالنسبة إلى موضوع الفرق بين الصفات تنتهي بـ ing وتنتهي بـ ed لسه راح نجي على التمرين الخاص بهذه القواعد موجود عندي تمرين activity book page 8 كتاب التمارين صفحة 8 هنا نـ underline the correct word ضع خط تحت الاختيار الصحيح she is not very interested interesting in fashion she prefers book and music ش لقينة هنا هذا نفرض أنه هو شنوه القوس مالتي عندي interested وعندي interesting ش راح ألقى بعد القوس موجود عندي إحدى حروف الجر إذا ش راح نختار نختار الصفة التي تحتوي على ed I saw a very excited exciting film ش لقينة بعد القوس لقينة بعد اسم إذا ش راح نختار الصفة التي تحتوي على l-ing this book is very bored boring انتهت الجملة هنا عندي نقطة إذا ش راح نختار نختار boring لأن هنا نحشي عن فاعل غير عاقل وموجودة عندي بعدها نقطة we were very frightened frightening when our car broke down in the desert هنا لقينة وين بعد القوس فإذا ش راح نختار راح نختار frightened he is a very interested interesting person هنا نختارينا I اللي بيها ing لين هنا لقينة اسم بعد القوس فختارينا الصفة التي تحتوي على صيغة ing هذه بالنسبة إلى موضوع الاختيار بين ed والing بالسؤال الثاني فرع b أيضا طبعا هنا عندي أيضا راح نجي على موضوع آخر اللي هو الاختيار بين الأدوات أو أداتين عندي الكلمات تنتهي عندي full وكلمات تنتهي عندي fully هنا هذه الكلمات طبعا الفل والفلي هي إضافات الكلمة التي تنتهي بfull طبعا هي تكون صفة أما التي تنتهي بfull هي ظروف شن الفرق بين الصفة وشن الفرق أو معنى الظروف الفرق بين الفل والفلي مثل ما ذكرت الفل معناتها أنه هي تكون صفة والفلي معناتها أنه رح تكون عندي ظرف الصفات تصف الأسماء هذا نخليها قاعدة ثابتة بالن والظروف تصف الأفعال الصفات تصف الأسماء والظروف تصف الأفعال يعني إذا كانت أنا عندي اسم لا أحكي عنه رح أختار الصفة اللي بيها full إذا كان فعل عندي لا أحكي عنه رح نختار الصفة التي تنتهي بشنو تنتهي بفلي نجهز على التفاصيل أتنا الفل الكلمات اللي تنتهي بهذه الإضافة طبعا مثل ما ذكرت هي شنو صفات الصفة دائما يكون قبل هاش أكو أكو فعل مساعد من هي الأفعال المساعدة طبعا المقصود بيها هي الوز أو الوير بالماضي الاز أو الار أو الام هذه بالمضارع إذن أحدى هذه الأفعال المساعدة إن كانت موجودة قبل الفراغ أو قبل القاوس معناتها إنه أنا شنو عندي لازم يكون بعدها لازم يكون عندي صفة زين هذه الصفات تخبرنا عن الاسم العاقل أو غير العاقل وتكون قبل الصفة يعني إحنا الصفات تسبق الأسماء الصفات تسبق الأسماء هنا ننتبه علي is a careful driver careful driver هنا درايفا اللي هو السائق فجدت الصفة وين قبلها قلنا إنه هو سائق حذر he is a careful driver الصفات تسبق الأسماء وطبعا هنا قاعدة إملائية إنه يجب ملاحظة حذف حرف L يعني إحنا الفل بها double L عند إضافتها للكلمات لازم شنسوي نحذف وحدة من عدها مثلا نشوفي هنا بيس زائد فل رح أصير بيس فل بين زائد فل رح تكون painful نحذف وحدة من الدبل أو هذا بالنسبة لمن لالفل إذن إنه إذا كان عندي قبل الفراق أو قبل الاختيار قبل القوس عندي أحد الأفعال المساعدة اللي هي الواز أو الوير بالماضي الاز أو الار أو الام بالمضارع فمعناتها إنه شنختار نختار اللي الكلمة اللي تحتوي على فل ليش لأنه معناتها إنه آنش عندي عندي صفة لكن اللي معدها رح نختار نختار فلي ورح نتعرف على التفاصيل بالنسبة الفلي الكلمات اللي تتنتهي بهذه الإضافة مثل ما ذكرت ببداية المحاضرة هي ظروف ظروف طبعاً أنا ش عندي إحنا ش عندنا عندنا هنانا بيسفل هذي شنية هذي ج قلنا صفة أجي أضيف لها ال وي صارت صار الظرف وإحنا ما أخذيها بمراحل سابقة إضافة ال ال إلى الصفات لتحويلها إلى شنو تحويلها إلى ظروف يعني هسه أنا عندي هنانا صفة هنانا اسم حولت إلى صفة بإضافة ال ف يو دابل ال والصفة رح أرجع أضيف لها ال وي حتى أحولها إلى شنو إلى ظرف هذه أصل الكلمات اللي تحتوي على هذه الإضافات فأني من أجي أشوف الكلمات اللي تحتوي على هذه الإضافة معناتها إن هي شنية هي ظرف زين تخبرنا شيء ما عن الفعل وكيف حدث إحنا جذكرنا في البداية ذكرنا إنه الصفات تصف الأسماء والظروف تصف الأفعال يعني شنو يعني الظرف رح يقول لي الفعل شلون صار مثلا هذه صفة الأغنية جميلة هي لكن من أجي أقول هذه أدفر هنانا بيوتفلي هذي أدفر ليش لأن هنا معناتها أنا علي من دا أحتي من دا أحتي على الأغنية وإنما عن طريقة الغناء كيف غنت الأغنية كانت غنت بطريقة جميلة إذن أنا علي من دا أحتي دا أحتي عن الإسم لو الفعل هنا ندا أحتي عن الفعل لذلك شا استخدمنا استخدمنا الكلمة التي تحتوي على فلي لكن من أحتي عن الإسم يعني فاعل الجملة رح أحتي أن أستخدم شنو الصفة الكلمة التي تحتوي على الفل هذه بالنسبة إلى الفرق وبين الفل والفلي نجي هنا مثال آخر علي درايف هنا أنا ما دا أحتي أنا ما دا أحتي على شخصيات علي وإنما دا أحتي على قيادة للسيارة شلون يقود السيارة يقود ها بحذر فلذلك شا استخدمنا استخدمنا الكلمة التي تنتهي بفلي ملاحظات أخرى هنا يأتي بعد فل أما حرف جر أو نقطة يعني إذا لقيت حرف جر أو لقيت نقطة شن نختار الكلمة اللي بيها لكن إذا كانت بعد الاختيار أكو عندي تصريف ثالث أو صفة مثل ما شفنا هنا أنا ش عندي كان عندي تصريف ثالث فمعناتها ش نختار نختار الكلمة اللي بيها فلي فهزا رح نيجي نتعرف شلون نحل من أجي أحل يجي وين روح أباوع أباوع على اللي موجود قبل القوس ما قبل القوس إذا كان يوجد فعل مساعد فوين ننتبه لازم ننتبه شن اللي موجود بعده فإذا كانت نقطة أو حرف جر مثل ما ذكرنا بالملاحظات فنختار فل نقطة أو حرف جر نختار فل أما إذا كان بعدها تصريف ثالث أو صفة ش رح نختار فلي إذا ما كان أكو فعل مساعد ما لقينا فعل مساعد قبل القوس ش رح نختار نختار فلي أكرر عند الحل من أجي أريد أحل وين أنتبه أنتبه أنا عندي اختيارين عندي اختيار كلمة تحتوي على فل وكلمة أخرى تحتوي على فلي إذا أجي ألقي قبل القوس أكو عندي شنو أكو عندي فعل مساعد فوين أروح أباوة أروح أباوة على بعد الاختيار إذا كانت موجود عندي نقطة أو حرف جر رح نختار الكلمة اللي بيها F U دبل L وإذا كان موجود عندي تصريف ثالث ش رح نختار رح نختار فلي زين هذه في حالة وجود الفعل المساعد زين إذا ما موجود عندي فعل مساعد مباشرة رح نختار رح نختار الكلمة التي تحتوي على الإضافة فلي هذا كل ما يخص موضوع الاختيار بين فل وفلي رح نجي هنا على نماذج وزارية حتى تكون طريقة الحال واضحة عندي We hope that we can live Beesful Beesfully Together هنانا Beesful Beesfully طبعا ش اندي هنانا Together معناتها معا ش رح نلقي هنانا لقيا اكو فعل مساعد قبل القوس ما اكو فعل مساعد إذا مباشرة وين شو رح اختار اختار Beesfully مثل ما ذكرنا بالقاعدة لين أول شي وين ننتبه ننتبه قبل القوس إذا لقيا فعل مساعد رح نختار حسب اللي بعدها إذا كان أكو نقطة أو لقيا إذا كان عندي نقطة أو حرف جار رح نختار full أما إذا لقيا تصريف ثالث أو صفة رح نختار الصفة التي تحتوي على fully ما لقيا ما لقيا فعل مساعد مباشرة شو رح نختار رح نختار fully الصفة التي تحتوي على fully the story was beautifully beautiful written هس شلقينا هنا لقينا أكو فعل مساعد قبل القوس فوين أروح أباوع أروح أباوع على بعد القوس رح رح ألقى فعل تصريف ثالث إذن شو رح أقول beautifully written مباشرة لأن قلنا إذا لقينا بعد القوس تصريف ثالث شو رح نختار نختار الصفة التي تحتوي على fully النقطة الثالثة إذن هنا ده نحش على الفعل الفعل العفو هي يقود السيارة بحذر ما لقينا لقينا هنا شنو نقطة فإذن شو رح نختار رح نختار الكلمة اللي بها fully هنا نقطة رابعة they are very hopeful hopefully they are very hopeful زين هنا نعلم نحش عن الفعل العاقل وما كو عندي بعض القوس زين they are hopeful very hopeful طبعا هنا ننتبه هنا ما دام عندي very والvery هي تسبق الصفات سارة carefully lift the books هنا رح نختار carefully يعني هنانش عندي عندي موجود التصريف الثالث للفعل lift اللي موجود عندي بعض الاختيار the story was beautiful beautifully written ايضا هنا رح اجي 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 تصريف ثالث اذا اش رح نختار رح نختار beautifully the picture was beautiful beautifully painted ايضا هناش عندي عندي تصريف ثالث اذا اش رح نختار رح نختار beautifully هذه بعض نماذج الاسئلة الوزهرية عن موضوع الفرق بين full و fully ارجو نتكون صورة واضحة وان شاء الله نلتقي بدروس قادمة دمتم بامان الله